وإحنا بنتكلم دلوقات يعني مباراة استراليا بكرة وإحنا يعني الناس كلها بتشاركنا في الهاشتاج بعتولنا توقعاتكم عن نتيجة مباراة مصر استراليا ما شاء الله يعني فيه توقعات إيجابية كبيرة والناس متفألة متفألة علشان فعلا عندنا جيل محترم بالرغم إن عندنا آه غيابات كنا بنتمنى محمد صلاح يكون موجود لعيبة كبيرة تكون موجودة لكن يبقى اللعيبة اللي موجودة برضو عندها على قدر المسؤولية ولعبة كبيرة ولعبة مهمة إن شاء الله يعني بنتمنى لهم التوفيق بكرة في مرات استراليا عايز أقرأ برضو لحضراتكم توقعات الجماهير اللي بعتلنا أحمد إبراهيم بقول إن شاء الله مصر هتكسب بكرة 2-0 عمر صلاح بقول إن شاء الله فوز المنتخب 2 مقابل لشيء أبو حفصة 2-1 للمنتخب المصري إن شاء الله كيمو بقول 3-2 لصالح مصر إن شاء الله بسنت بالتوفيق للمنتخب يا رب أحمد مصطفى إن شاء الله 2-1 للمنتخب المصري أحمد الحلو الكابتن ياسر أحسن بكشي مالجي في مصر أحسن بكشي مالجي في مصر كابتن ياسر لا 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 في كتير كواسين لا بصراح لا وكابتن ياسر أنا طبعا من الأسماء الكبيرة بس في لعبة في لعبة في المكان ده طول عمر النادي الأهلي المكان ده مميز أعمة تانية وأنا اتفق معاك بس من أهم الناس برضو يعني الكابتن ياسر بشكرو طبعا علاء موسى أتوقع فوز منتخب مصر 2-1 بحبكو متاحية ومصر العظمة ابن نيل علاء الدين يعني زي ما احنا شايفين توقعات إيجابية وتوقعات كلها في صالح منتخب مصر والناس متفقلة متفقلة بكرة كابتن ياسر أه طبعا